اشتركوا في القناة وحذر حاكم هوايا جوش غرين من ان عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير مع استمرار عمل الطب الشرعي للتعرف على الضحايا ولا يزال المئات في عداد المفقودين بينما يملأ مئات اخرون ملاجئ المنطقة بعد فرارهم من اسنة النيرانة وقال غرين انه يوم يستحيل تخيلها واضف ان الحريق هو بالتأكيد اسوأ كارثة طبيعية وجهتها هواي على الاطلاق وتابع لا يسعنا سوى الانتظار ودعم اولئك الذين هم على قيد الحياة ينصب تركيزنا الان على لما شمل الناس عندما يكون ذلك ممكنان وتوفير السكن والرعاية الصحية لهم لننتقل بعدها الى اعادة البناء هذا وفي ذات الصياق بعث الملك محمد السادس القوم برقية تعزية ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية جوزيف روبينت بايدن على اثر الحرائق المروعة التي اجتاحت جزيرة ماوي وخلفة خسائر بشرية واضرار مادية جسيمة ومما جاء في برقية الملك على اثر الحرائق المروعة التي اجتاحت جزيرة ماوي مخلفة خسائر بشرية واضرار مادية جسيمة أعربوا لفخامتكم ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي الصديق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساتة راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأضف الملك وتفضلوا فخامة الرئيس بقبول أخلص مشاعر تعاطفي مشهوعة بأسمع عبارات تقديري نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء